تحياتي هذه الحلقة السريعة بنتكلم فيها عن كيف تغير التشجيع في كورت القدم عربيا وعالميا طبعا كلنا بشر وكلنا منتشابه في متابعة كورت القدم والتكنولوجيا هي اللي بتقودنا وبتقود سلوكنا في مشاهدة هذه اللعبة في الماضي لو سألت أي واحد في الشارع بتشجع مين حيقول لك أرجنتين برازيل ألمانيا وهذا الكلام بعدين لو سألته بتشجع مين حيقول لك بكل بساطة أنا بشجع ريا مدريد برشلونة ماشي سلونايتة سيتي مين ما بتكون من الفرق والآن في ظهرة أخرى عم تتكون اللي هي لو بتسألوا مين بتشجع بقولك ميسي رونالدو امبابي عادي صار هذا الشي موجود في الجيل اللي عم بيطلع مش غلط وحنشرح ليش صار يعني ما بتكلمش انه سواء الغديم صح او الجديد غلط لا كله صح بس هو طبيعي نتيجة التغيرات اللي صارت في البداية كنا نشوف المنتخبات كل شهرين ثلاثة في مباراة بعدين تطور النقل التلفزيوني صار يبثونا دوريات أكثر وصار يبثونا دور الأبطال بشكل مباشر فصرنا نشوف هذا النادي أكثر فلي قريب على العين يقريب على القلب واللي بعيد عن العين بعيد عن القلب فصرنا نحب الأندي بعدين صار تطور الآخر السوشال ميديا وظهرت طبيعة السوشال ميديا الفردي كثير زي ما بنعرف للجميع فأصبحنا نرتبط بالأفراد حتى حسابات السوشال ميديا الشخصية للناس بتحب التابع الشخص وتنقل أخبار الشخص أم أكثر مما تنقل أخبار فريق وصرنا نشوف حسابات أفراد صحفي لاعب حتى مصارعين في دابي دابليو إذا من اعتبرها رياضة كل هدول صرنا نشوفهم من حساباتهم أكثر تفاعلا وتأثيرا من حسابات المؤسسات والأنديا اللي بينتموئلها لأنه طبيعة الارتباط في السوشال ميديا أقوى مع الأفراد مما هي المجموعات يعني هذا الشيء واضح حتى في العالم الأوروبي والغربي والعربي يعني أكيد بالنهاية منشوف اليوتيوب شاب صغير بيطلع مع عيلته بيصور نفسه بيمشهر أكثر بكثير ما تجيب لي برنامج تعليمي قوي جدا بالأنيميشن وأنا منهوش فهذا طبيعة طبيعة الارتباط الفردي لأنه السوشال ميديا بنيت على الارتباط الفردي فدائما أنت بتحب اللي مرتبط معها أكتر هذا ببساطة كنا زمان المنتخبات أكتر شي نشوفه كنا منحبها ثم جاءت الأندية صورنا نشوفها أكتر ونشوفها أكتر وحبيناها وبعدين جاءت الحسابات السوشال ميديا الفردية تحت اللاعبين وشخصياتهم كل واحد صار عنده كاركتر ويحاول يبيع نفسه فصورنا نحب اللاعبين فصورنا بشكل تلقائي نشجعهم أكتر مما نشجع فرق ما بتكلم عن جيل زي جيلي أنا عجوز ما بتكلم عن جيل زي جيلي أنا جيلي حيضله مرتبط دائما ربما بالمجموعة أكتر من الفرد لكن الجيل الجديد طبيعي جدا يكون يتابع الأفراد أكتر وهذا مش عيد ولا غلط هذا طبيعة زمن منعيشه حاليا نوصل هون نهاية حلقة سيلفي سبورت مذكركم تشتركوا بقناة سيلفي سبورت على اليوتيوب وكاير معكم أنا محمد عواد والسلام عليكم ورحمة الله شكرا